أنشأت وزارة الزراعة سلسلة من مراكز بحوث الصحراء بالمحافظات وكان أخيرها مركز التنمية المستدامة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديدة وتهدف إلى العمل على تقديم توصيات الفنية لخدمة الزراعة والمزرعين والعمل على تحقيق أعلى انتاجية للفدان باستخدام نظم الزراعة الحديثة يأتي دور مركز بحوث الصحراء بالوادي الجديد في تنمية مهارات العاملين في قطاع الزراعة من مزارعين ومرشدين زراعيين وباحثين باعتبار أن الزراعة تشهد حاليا طفرة كبيرة في النظم خاصة استخدام نظم المحميات الزراعية تم إنشاء ست مراكز خدمات زراعية حاليا تم تسلمها لإدارة زراعية بالفرفرة وهي عبارة عن كل مركز عبارة عن وحدة بيطرية مركز إرشادي جمعية زراعية طبعا على أحدث طراز دور مركز بحوث الصحراء في الوادي الجديد أنا بعتبره دور في غاية الأهمية لأنه بيهتم بكل ما يخص البيئات الصحراوية في أكبر محافظات مصر من حيث المساحة وهي محافظة الوادي الجديد ولا تزيد مساحتها عن تلت مصاحة مصر وبالتالي دور المركز هو دور هام في إحداث طفرة حقيقية في الانتاج الزراعي إحنا موجودين النهاردة هنا في مركز التنمية المستدامة للوادي الجديد التابع لمركز بحوث الصحراء تابع للمبادرة الرئاسية للحياة الكريمة علشان نساعد المزاريين ونتعامل معاهم ونعرف مشاكلهم ثاني حاجة إن إحنا نبدأ نعرفهم بأهداف البرنامج البحسي الممول من مركز بحوث الصحراء واللي بيهدف إن إحنا ننشر ثقافة استخدام الأسمدة البديلة